على كرسي الاتراف نعم أولى نعم ثانية نعم بالثلاثة تجلس معظم القوى السياسية اليوم فتعترف بالإجماع على رفض المحاصصة في بناء الدولة العراقية بناء شيد بمحاصصة الدولة منذ 17 عاما إلى أن وصلت المزايدات السياسية حدها الذي يحجب النور عن سير الحكومة بالشروع نحو اختيار وجوه للخبرة والكفاءة وبين مرحلتين الأولى حملت مواقف شعبية غاضبة على محاصصة طبخت فصولها بحكومة سابقة الثانية حملت رفضا من جهة حزبية وسياسية على تعينات رئيس الوزراء الجديدة التناقض الأبرز لدى المعارضين لتعينات الكاظمي جعل رئيس الحكومة في مصراحة مباشرة بضحكة استغراب حول رفض التعينات والتغييرات أغلب الكتلة السياسية مشكورة يوم أمس وشت نقد لهذه التغييرات من منطلق أن هذه التغييرات محاصصة حزبية طائفية الحمد لله وشكرا نفسه السؤال إذا كانت هي محاصصة حزبية طائفية ليش تحزاب كلها معترضى عليها لكن الحديث بشكل أوسع كاشف به الناطق باسم رئيس الوزراء أحمد مولا طلال بادئا بالخط العريض بمكاشفة واضحة وبسؤال مكرر للمرة الثانية لا أدري لماذا تعترض الأحزاب السياسية على هذا الأمر وتقول أنه محاصصة حزبية إذن لماذا تعترض الأحزاب؟ إذا كل حزب ما أخذ حصة ليش يعترض؟ أكبر دليل على أن الموضوع ليس له علاقة بالمحاصصة هو اعتراض الأحزاب على هذه التعينات تعود تفاصيل المواجهة بين نهج الحكومة برؤية تضعها تحت عنوان تحقيق مطالب الشعب واستياء القوى السياسية إلى واجهة الأحداث في نهاية العام الماضي إلا أن نخبى البلاد والمرجعية والحكومة جميعهم يرفضون المحاصصة وهذا ما يعد بمثابة لغز شائك قد يقول إلى تفسير نتيجة حتمية تفيد بامتعاد رموز كبيرة لم تجد مكانا لها بين تغييرات الكاظم الجديدة فحملت شعار رفض المحاصصة حتى تغطي على ما تصب إليه من بقاء طويل الأمد على كراسي المناصب والتعينات أو بعضا من هذه القوى تطويلence تطويل الرحمن تطويلة تطويلر تطويل تطويل اشتركوا في القناة